اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخرج ابن ماجة عن سهل ابن سعد الساعد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله واسهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس حديث قصير لكن فيه فوائد عظيمة وأول فايدة في الحديث حسن السؤال الصحابي رضي الله عنه سأل سؤال جميل جدا وقصير ما كلام كتير قال ليو دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس لكن الزمن دا في ناس لما نجي يسألوك يسألوك أسئلة عجيبة ذاته أسئلة ما عليها أي معنى لو جاوبت له عليها لو في إجابة عليها ذاته لو جاوبت له ما بيستفي شيء مثلا زي الحديث دا قال جاء رجل أو سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقول لك الرجل دا اسم منو ما مهم لأنه لو مهم كأن ذكروا في الحديث ربنا قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم متدون ما سمى الرجل لأنه المهم ما اسمى الرجل المهم الكلام الغال ربنا قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين برضو ما سمى الرجل المهم حسن السؤال والنبي صلى الله عليه وسلم جاوب له في جملتين الجملة الأولى قال ليه اذهد في الدنيا يحبك الله دي أول جملة معناها الإنسان إذا زهد في الدنيا يحبه الله عز وجل طيب يا أخوانا الزهد معناه شنو الزهد في اللغة معناه والترك وأما في الإصطلاح العلماء عرفوا كثير وأفضل تعريف ترك كل ما يشغلك عن الله عز وجل يعني أي حاجة بتشغلك عن الله لتترك طوالي ولو كانت حلال ولو كانت مباحة وليس الزهد أن تحرم الحلال أو أن تضيع المال لأنه في ناس فاهمين الزهد غلط تلقاه يحرم عليه نفسه حاجات ربنا أحلال واحد يقول لك أنا زهد طيب بتعمل شنو أنا ما دائر الزواجني هاي أخذ الزواج دا حلال النبي صلى الله عليه وسلم كان زهدا في الدنيا وتزوج من النساء شان كده لمن جو ناس سأل عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وتقالوها ثلاث نفر النبي صلى الله عليه وسلم قال ليون إني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم الليل وأنام فمن راكب عن سنتي فليس مني الناس تفهم معنى الزهد الزهد ترك كل ما يشغلك عن الله عز وجل والعلم قالوا الزهد تلاتة أكسام قصبوا لي تلاتة القسم الأول قالوا أن تترك الشرك بالله عز وجل وما يعبد من دون الله ده أول قسم في الزهد إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أول حاجة في الزهد إنك تترك الشرك وتزهد في الشرك وفي ما يعبد من دون الله أما الجماعة الطيبين الصوفية عاملين فيها نفس زهد الواحد تلقاه لابس مباشتا ومفلف الشعر ويتغبر بالتراب وكاتل حيله ويعمل لك فيها نفسه إنه زهد في الدنيا على أول ما يعتر يقول لك يا فلان تلحقنا يا رجال العلفون الأسرع من التلفون ده شرك ده ماذا هي ده المستهبل الزهد أول حاجة تترك الشرك بالله عز وجل ده أول حاجة نمرة لين قالوا ترك الحرام تزهد عن الحرام في واحد تلقاه كاتل حيله ويتكلم في الدين ويعمل لك فيها نفسه زهد وقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجرد ما يخلو بحرمات الله عز وجل ينتهك تلقاه يأكل حق الناس ده حرام تلقاه يحتال على الناس ويأخوان الدين ده كامل ما توحيد بس في ناس قائلين الدين ده توحيد يقول فقط بس نعم التوحيد أساس الدين ويجيب لك دليل يجيب لك دليل يقول لك يقول لك ومن يقول لك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ده ما معناها إنك تأكل حق الناس ما معناها إنك تكذب وأقبع حاجة إنه ذلك يكون حامل دين وحامل منهج ويكون ما عنده أخلاك يا أخي الرسل النبي صلى الله عليه وسلم ملغبنه بالصادق الأمين كان عنده الأمانة وعنده الصدق وكان يعين المحتاج ويصل الرحم ويقرئ الضيف لكل صفات الرسل دي كلهم ربنا لما انبعث بعث بصفات حسنة بعد ده لما انجد عغوم لتوحيد الله عز وجل وجد صعوبات بعد أخلاق وبعد معاملات برضو الدين ده تعبوا عشان الناس يكبلوا النبي صلى الله عليه وسلم لما انجد دعاهم للتوحيد قالوا لتبا لك ألي هذا جمعتنا فما ممكن زول دار يدعو الناس للتوحيد ويكون صفات ما صفات حسنة يكون يكذب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الكذب يهدي إلى الفجور ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتبع وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذبا وقبلها وإن الصدق يهدي إلى الجنة وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا فزول الزاهد أول حاجة يسهد عن الشرك ما ممكن زول تلقى لابس حجبات يعمل لك فيها نفسه زاهد من الدنيا يقول لك يا أخوة الله ناس نديل زهد وناس نديل بأكل الكسر هو لابس حجاب ده ما زاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرب يقول ليه فلان يعلم الغيب منهم عليم بالغيب باطن ظاهر وأنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا وربنا يقول قل لا يعلموا من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون فأول حاجة الزول يسهد عن الشرك يترك الشرك اثنين يسهد عن الحرام ثلاثة يسهد عن الحلال ودي كيف في مرات أمور تكون حلال إنك مثلا تقعد مع أولادك تتونس مع أولادك وتفرق عليهم دي حلال وفيه أجر لكن لو الونس معاهم والتفريق دي بتفوت لي صلاة الجماعة دي مشكلة دي طوال تسهد فيها ترك كل ما يشغلك عن الله عز وجل والشقة الثاني قال واسهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس البشر ديل دائر يحبوك وإن تلما نحبوك بتأمن شرهم وحلال كون التزعى لمحبة الناس لكن بالطريقة الشرعية وعشان الناس يحبوك لابد تبعد من الحاجل في يدهم ما تسألهم إما تأتي تقول ليه يا زول والله الحالة عبانة يا أخ يقول لينا قريشات طوالي بعيد لك كذا المرة اللي لابد ديك المرة التانية بقبل منك كذا المرة التالتة مما يشوفك في شارع عناك بغير الشارع ربنا قال وتحبون المال حبا جما ومن يوق شرح نفسه فأولئك هم المفلحون دي نصيحة لعامة الناس دي من النبي صلى الله عليه وسلم ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس وللدعاة بالأخص الصناة جلدائر يقبل كلامك الدين دا ما تقيل إنا سنلقي عليك قولا سقيلا تقيل لأنه في معاصي وفي ذنوب وفي أهواء دار تبلغوا للناس مجرد ما تجي تهبش في يدهم كلامك ما بيسمعوه الحق دا ما بيسمعوه وبعدين يا أخي التداعي يبتغل للناس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أفلا تذكرون دي ما الآيات البدغولة طيب إنت محتاج ما تسأل الله ربنا ما بديك الله يغضب إن تردت سؤاله وبنيه آدم حين يسأل يغضب ابن آدم دا مما تأتي تسأل بيغضب بيزعل شان كده تلجأ للكريم تلجأ لله عز وجل لو دائر الناس تسمع دينك وتسمع الدعوة وتبلغنا الدعوة تسهد فيما في أيديهم لذلك قال أيوب السختياني لا ينبل الرجل إلا إذا اتصف بصفتين الأولى قال الزهد فيما في أيدي الناس أول حاجة تبعد من الناس ما تسألون تمام محتاج اليوم ربنا بكفيك تدعو ربنا ربنا كريم نمرة اثنين قال وأن يتجاوز عنهم تجاوز عن أخطاهم لأنه ممكن يسرقك يسرقك ممكن يختابك ممكن تكون ما يكون عنده عربية ولا ركشة يضربك ممكن اعتدي عليه حقك إذا لابد تكون حليم وتصبر عليه هذا الأذى وتتجاوز عن الناس والحديث ده حديث مختصر جدا نحن ما دائرين نتكلم فيه كثير لأنه ما بيحتاج أصلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام واضح كلمتين بس دائر ربنا يحبك اذهد في الدنيا يحبك الله دائر الناس يحبوك اذهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس وأنا أكتفي بذلك وأقدم الشيخ وبكر